وفي رسالة يقرأها المختصون بعنوين بديلة للتهدئة أكدت السفيرة الأمريكية إيلينا رومانسكي استعداد بلادها للعمل مع وزير الكهرباء لبناء منظومة بمواصفات عالمية وكذبت السفيرة في تغريدة على صفحتها بموقع تويتر يستحق العراقيون اقتصادا متنوعا وحديثا ووظائف ذات أجور جيدة ولتحقيق ذلك من الضروري بناء منظومة كهرباء على مستوى عالمي مؤكدة استعداد الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة العراقية للقيام بهذا المسعى المهم الذي وحسب رأي المختصين سيساعد في احتواء خلافات الدولار وأيضا الاتفاق مع سيمينز الألمانية